أشهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بجهود مصر فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب وعبر الحساب الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أشار البرنامج الأممي إلى أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها إذ تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية إلى تدريب الشباب وتعزيز إشراكهم في عملية التنمية كما تطرق البرنامج إلى تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مشيرا في هذا الصدد إلى فعالية الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية في هذا الشأن وأثرها الإيجابي على زيادة حضور الشباب في الأنشطة والبرامج التنموية فضلا عن تعزيز فرصهم في العمل العام والمناصب ومؤسسات الدولة المختلفة